المتشبثون بالحياة ومن بين هذه الصخور الصلبة يستخرجون ما يؤمن لهم القوت الضروري هذا هو حال أهالي منطقة عياد التابع لمديرية جردان بمحافظة شبوة الذين يعملون في مناجم الملح طوال ساعات النهار الظروف المادية الصعبة التي يعيشها قالبية الأهالي هنا كعلتم يتجهون إلى هذا العمل الشاب وهي مهنة يتوارث أبنى عياد قيلا بعد آخر على الرقم من متاعبها وغياب الوسائل الحديثة التي تساعدهم على استخراج الملح بتكاليف بسيطة ومجهود أقل هذا الشغل تعيب والحنا نخريجين تنويه ولازلنا نشتغل معادي أمكانيات وعمل هذا ماشي مصدر الله معنا أنه كل ما يحصل عليه هؤلاء من المردود المادي لا يكاد يكفي لتوفير أبسط متضلبات الحياة خصوصا وإنهم يواجهون الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تعيق عملهم تكون أسعارها بـ 500 ريال الكيس ونوردة هي لمحافظة شبه من محافظتنا ومحافظة حضرموت ويكون الوضع معيشة الواحد صعبة هنا يعني معانا بمواصلة السنة هذا يعني بطريقة صعبة ووقت لمطار ووقت توقف العمال عندنا توقف من ثلاثة الشر أربعة الشر يعني ما معنا دخل يعني ألا من هذا الملح هكذا تتحول هذه المناجم التقليدية مع موسم هضول الأمضار الأمر الذي يضاعف من صعوبة العمل في ظل عدم توفر آلات لإزالة المياه الراكدة والطين المتراكم أقول للجولة أريدها تنظر إلينا في هذا الملح من ناحية الطرقات جئت وتفك طريق للسيارات لدخول للملح وأقول للجولة بالصراحة لا هدارها بنا ولا شيء ما هي ناظر حول هذا الناس اللي يشتغلون في العمل هذه الشيء تتعدد صور المعاناة هنا انتيجة لطبيعة العمل في هذه المهنة المرهقة وأيضا بسبب عورة المكان فبعض من العاملين قضى نحبه تحت هذه الأنقاض إثر انهيار الصخور بينما تبقى حياة الآخرين من رفاقهم مهددة بالكثير من المخاطر ليقدوها فرصة كما تحدثوا إلينا لتوصيل رسائلهم إلى القهات المعنية للأخذ بمعاناتهم والاهتمام بهذه الثروت المهدر عمل مضني وجهد مضاعف هكذا وجدنا حال هؤلاء الناس الذين يعملون في هذه المهنة منذ عشرات سنين إبراهيم حيدرة كناة بلقيس من منطقة عياد محافظة شبو اشتركوا في القناة